سالعين للمجد والعليا مجدي لطالب السماء وارفعي طفاق أفضر يعمل النور المصرق رجدي الله أفضر يا موطني موطني عشت بطر المصرمين حاجة الملك للعلم والوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الافتدائي في درسنا لهذا اليوم لمادة الرياضيات موضوعنا هو مراجعة البصل الحادي عشر الأشكال الهندسية من صفحة 151 إلى صفحة 167 نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في الفصل الحادي عشر الأشكال الهندسية عن ما هي الهندسة فما هي الهندسة؟ الهندسة هي دراسة المستقيمات والأشكال دراسة المستقيمات والأشكال أهدافنا لهذا اليوم تعرف مفردات أساسية في الهندسة وتسميتها تعرف الصفات المميزة للأشكال الرباعية تسمية النقاط في المستوى الإحداثي وأخيرا سنحل المسألة باستعمال خطة الاستدلال المنطقي نبدأ بموضوعنا الأول مفردات هندسية صفحة 151 درسنا مفردات هندسية عديدة كانت النقطة المستقيم ونصف المستقيم القطع المستقيمة والمستوى عرفنا لكل منها تعريفها نموذجها تعبير لفضيلها وأحيانا عبرنا عنها بالرموز نسترجعها الآن مع بعضنا البعض ما هي النقطة؟ النقطة هي موقع محدد في الفضاء ويمثلها نقطة بالقلم مثل الآن النقطة هذه الآن هذه أمامنا النقطة ألف نقرأها النقطة ألف نعبر عنها لفظيا النقطة ألف طبعا هي تمثل نقطة لكن الآن وضعناها بشكل دائرة حتى تكون واضحة لكم لكن هي مجرد نقطة بالقلم تعرفنا أيضا على المستقيم هذا هو شكل المستقيم يحتوي على مجموعة من النقاط إذن المستقيم هو عبارة عن مجموعة من النقاط تشكل مسارا مستقيما هذا المستقيم يمتد في كلا الاتجاهين لاحظوا الأسهم بلا نهاية لو أخذنا أحد هذه النقاط الموجودة على المستقيم ليكون مثلا هذه النقطة سميناها نقطة ديم وهذه النقطة سميناها نقطة دان فإننا نعبر عن هذا المستقيم ونقول المستقيم جيم دال أو ممكن أن نقول المستقيم دال جيم وبالرموز دال جيم الحرفين دال جيم وفوقهما مستقيم ممتد في الاتجاهين له سهم باتجاهين ممكن أن نكتب دال جيم أو أن نكتبها جيم دال كلها ترمز لنفس المستقيم الموجود أمامنا أما نصف المستقيم فهو عبارة عن مستقيم له نقطة بداية ويمتد في الاتجاه الآخر بلا نهاية فهذا المستقيم الآن له نقطة بداية إذن يصبح نصف مستقيم إذن نصف مستقيم مثلا لو سمينا هذه النقطة هي نقطة سين وهذه النقطة سميناها صاد فإننا نعبر عنه نفظيا ونقول نصف المستقيم سين صاد هنا الترتيب مهم فدائما هنا أعرف إذا قال لي في السؤال أو قرأتها مثلا في الكتاب نصف المستقيم سين صاد مباشرة أعرف أن سين هي نقطة البداية إذن الترتيب هنا مهم نعبر عنها بالرموز سين صاد لاحظوا السهم من نقطة البداية في الاتجاه الآخر يمتد دون نهاية هنا الآن فقط حددنا نقطة بداية لكن لو حددنا الآن نقطة بداية ونقطة نهاية أصبح لدينا قطعة مستقيمة إذن حددنا لها نقطة بداية ونقطة نهاية تسمى قطعة مستقيمة إذن لو سمينا مثلا هذه النقطة سميناها ألف وهذه النقطة سميناها با فممكن أن نقول هذه القطعة المستقيمة ألف با أو القطعة المستقيمة با ألف كلاهما تعني نفس الشيء نعبر عنها بالرموز ألف با أو با ألف وفوقها خط بهذه الطريقة ألف با با ألف إذن ألف با وفوقها خط بهذا الشكل تعني قطعة مستقيمة أيضا تعرفنا على المستوى المستوى هو سطحه منبسط يحتوي مجموعة من النقاط وهذا السطح يمتد في جميع الاتجاهات فهذا الشكل الآن موجودنا هو جزء من مستوى كذلك هنا هذا جزء من نصف مستقيم لا نستطيع تمثيلها الآن المستوى هذا مثلا لو كانت عليها يحتوي على مجموعة من النقاط لو أخذنا هذه النقاط وسميناها مثلا هنا نون مثلا هنا ميم وهنا عين إذن نعبر عنه لفظيا ونقول المستوى نون ميم نتذكر أن هناك مجموعة من الرموز المهمة تعتبر كاختصارات في الرياضية فهذا الرمز هو رمز التوازي وهذا الرمز هو رمز التعامد وأما المربع الصغير هذا فهو يعني أن الزاوية زاوية قائمة درسنا علاقات أزواج المستقيمات فأزواج المستقيمات إما أن تكون متوازية أو تكون متعامدة أو تكون متقاطعة وهذه أمثلة على كل منها يتقاطع المستقيمان في نقطة وإذا كانت نقطة أو يتقاطع المستقيمان في أو شكرا مع بعضهم زاوية قائمة نقول عنهما أنهما متعامدان إذا كان المستقيمان لا يتقاطعان أبدا مهما امتدى نقول عنهما أنهما متوازية أما القطعة المستقيمة فتوجد علاقة بينها إذا كان لها نفس القياس مثلا قطعتين مستقيمتين الآن قياسها 2.5 وهنا قياس من القطعة المستقيمة هاواو 2.5 نقول عن القطعتين المستقيمتين أنهما متطابقتين رمز التطابق هو إذن هاواو القطعة المستقيمة هاواو تطابق القطع المستقيمة جيمدال يعني أنها ووجيمدال لهما نفس القياس نأخذ الآن مثال تدريب صفحة 163 على الشكل المجاور الآن لدينا هذا الشكل المطلوب أن نوجد أو نسمي كل مما يلي مستقيمان متوازيان مستقيمان متعامدان ومستقيمان متقاطعان ولكنهما غير متعامدان أولا نبدأ بتسمية مستقيمان متوازيان طبعا لاحظ الآن على الشكل الموجود الأمامنا لدينا عدد من المستقيمات نبحث الآن عن مستقيمان متوازيان مستقيمان متوازيان ماذا يعني؟ يعني أنهما لا يتقاطعان أبدا مهما امتدى مثل أحسنتم مثلا المستقيم ألف ها المستقيم ألف ها والمستقيم مستقيم آخر الآن يوازي ألف ها مثلا ممكن أن يكون ممتاز ميم لام إذن ميم لام هذا الآن مستقيمان متوازيان نبحث الآن عن مستقيمان متعامدان معناها أنهما يتقاطعان ويشكلا زاوية قائمة ذكروا نبز الزاوية قائمة ممتاز مثل علامة المربع هذا الآن إذن لنسميه مستقيمان متعامدان مثلا المستقيم هذا المستقيم الآن ميم لام هذا المستقيم ميملام و أممكن أن نقول عمودي على المستقيم الآن هذا المستقيم ميملام عمودي على المستقيم هذا يسمى بأي نقطتين مثلا نسميه ها و إذن عمودي على المستقيم ها و نعود إلى فقلتنا السابقة ممكن أن نكتبها بطريقة نعبر عنها نقول أن ألفها يوازي طبعا هذا الرمز يوازي ميم لام نريد الآن مستقيمان متقاطعان لكنهما غير متعامدان إذن يتقاطعان في نقطة لكن لا توجد هذه العلامة علامة التعامد ممتاز ممكن أن نأخذ هذا المستقيم إذن ألف نون هذا مستقيم ألف نون والمستقيم مستقيم آخر ليكن مثلا لأن الآن ألف نون توجد عدد المستقيمات مثلا سوف نأخذ المستقيم نون نون هذا مستقيمان الآن متقاطعان لكنهما ليس متعامدين تدريب آخر في كل من الشكلين الآتيين أذكر اسم الشكل لفظيا وبالرمز لدينا الآن في رقم واحد ماذا يسمى؟ ممتاز مستقيم نعبر عنه بالرمز يمكن أن نقول هذا هو المستقيم جيم دال صحيح أو ممكن أن نقول جيم دال وفوقها سهم بالاتجاهين إذن هذا هو رمز المستقيم المستقيم جيم دال ممتاز كيف عرفت؟ لأنه يمتد وجود السهمين هنا يمتد في كل الاتجاهين بلا نهاية إذن عرفت أنه مستقيم الآن هنا ما هو هذا الشكل؟ هذا سطح منبسط يمتد في كل الاتجاهات أو في جميع الاتجاهات دون نهاية هذا ما هو؟ هذا المستوى ممتاز يسمى المستوى بثلاث نقاط عليه ممكن أن نقول المستوى ميم لام ممتاز بين ما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متقاطعين أو متعامدين الآن نلاحظ المستقيمين هنا يوجد بينهما نقطة تقاطع إذن نقول أن المستقيمين متقاطعين هل هم متعامدين؟ هل توجد علامة التعامد؟ هل الزاوية تسعين؟ وممتاز إذن فقط نقول هنا أنهما مستقيمين ماذا؟ طبعا هنا متقاطعين ممتاز نأتي الآن إلى فقرة أربعة هل يتقاطع المستقيمين؟ لا ممتاز إذن مباشرة مستقيمين متوازيين ممتاز ننتقل الآن إلى حل المسائل باستعمال خطة الاستدلال المنطقي في صبحة 157 أولا نسترجع ما هي خطوات حل المسألة ممتاز افهم خطط حل وتحقق ممتاز متى يمكن استعمال خطة الاستدلال المنطقي لحل المسائل؟ متى يمكن ذلك؟ إذا أعطاني معلومات وطلب مني أستخدمها لتبرير معلومات مجهولة عندي معلومات غير معطاة إذن عندما نستطيع استخدام معلومات معطاة لتبرير معلومات غير معطاة إذن هنا نستعمل خطة الاستدلال المنطقي أحيانا خطة الاستدلال المنطقي تتضمن داخلها خطط أخرى مثل إنشاء جدول، إنشاء رسومات فممكن خطة الاستدلال المنطقي تتضمن خطة أخرى لحل المسألة في داخلها نأخذ الآن مثال عليها تدريب ثمانية صفحة مائة وثمانية وخمسون اصطفت ثلاث طالبات في صف واحد إذا لدينا الآن ثلاث طالبات اصطفوا في صف واحد إذا لم تقف مي في آخر الصف ووقفت وفاء أمام الطالب الأطول ووقفت سعاد خلف مي فرتب الطالبات من الأولى إلى الأخيرة إذا لدينا الآن مسألة نطلوب أن أحلها إذا سوف أستخدم الخطوات الأربع لحل المسألة أولا نفهم المسألة ممعنى نفهم المسألة نقرأ المسألة بعناية ونحاول أن نعبر عنها بطريقتنا الخاصة إذا لدينا ثلاث طالبات نريد أن أصفهم في صف واحد نريد أن نعرف من هي طبعا ثلاث طالباتهم مي وفاء وسعاد أعطاني معلومات عن طريقة اصطفافهم وطلب مني أعرف من هي الأولى ومن هي الثانية ومن هي الأخيرة إذن أعطاني في معطيات المسألة أن عندي ثلاث طالبات أصطفهم في صف واحد وأعطاني معطيات أن لم تقف مي في آخر الصف وقفت وفاء أمام الطالب الأطول وقفت سعاد خلف مي ما هو المطلوب؟ ترتيب الطالبات من الأولى إلى الأخيرة من هي الأولى ومن هي الثانية ومن هي الأخيرة إذن أعطاني إذن توجد معلومات معطاة سوف أستخدمها لتبرير معلومات غير معطاة أنا رح أستفيد المعطيات لأعطاني إياها وهي واحد واثنين وثلاثة لتبرير من هي الأولى ومن هي الثانية ومن هي الثالثة إذن الخطة المناسبة هي خطة الاستدلال المنطقي سوف أستفيد من إنشاء جدول سوف أعمل جدول لتنظيم المعلومات في هذا الجدول الآن سوف أكون الجدول بهذه الطريقة وأضع إشارة X الآن بدأنا في خطوة حل نكتب الآن تفاصيل الحل نضع علامة X في كل مربع لا يمكن أن يكون صحيحا بدأنا الآن هنا من المعطيات المعلومة الأولى أعطاني أن مي لم تقف في آخر الصف إذن مي ليست الأخيرة إذن نضع علامة X عند مي ليست الأخيرة طيب أعطاني المعلومة الثانية باللون الأخضر هنا وقفت وفاء أمام الطالب الأطول وقفت وفاء أمام الطالب الأطول إذن ماذا نستفيد منها؟ أن وفاء أيضا ليست الأخيرة لأنها وقفت أمام الطالب الأطول إذن يوجد طالبة خلفها بالتالي إذن وفاء ليست الأخيرة مي ليست الأخيرة وفاء ليست الأخيرة إذن من هي الأخيرة؟ ممتاز سعاد هي الأخيرة إذن أضع عندها علامة صحة بما أن سعاد هي الأخيرة إذن سعاد ليست الأولى وليست الثانية إذن سعاد ليست الثانية وسعاد ليست الأولى إذن من المعلومة الأولى والثانية سنتجنا أن سعاد هي الأخيرة تبقى لنا أن نعرف من هي الأولى ومن هي الثانية الآن ننضع إلى المعلومة الثالثة وقفت سعاد خلف مي سعاد وقفت خلف مي سعاد في الأخير يعني من التي قبلها؟ ممتاز مي إذن مي هي من؟ هي الثانية ممتاز مي هي الثانية إذن مي ليست الأولى ممتاز مي ليست الأولى إذن من المعلومة الثالثة عرفنا أن مي هي الثانية إذن الثانية أو الأولى سوف تكون هي من؟ هي وفاء إذن وفاء هي الأولى كيف نتحقق من إجابتنا؟ بما أن الإجابات تتوافق مع المعطيات تتفق مع المعطيات إذن ترتيبهم رح يكون وفاء الأولى وميء الثانية وسعاد الأخيرة إذن الإجابات تتوافق مع المعطيات إذن الحل معقول ننتقل الآن إلى الأشكال الرباعية صفحة 159 درسنا الأشكال الرباعية هذه الأشكال درسنا الشكل المربع وعرفنا أن المربع له أربع زوايا قائمة وأربع أضلاع متطابقة درسنا أيضا المستطيل وفيه أربع زوايا قائمة والأضلاع المتقابلة متطابقة كل ضلعين متقابلين سيكونان متطابقين درسنا أيضا متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع فيه الأضلاع المتقابلة تكون متوازية ومتطابقة فيه زاويتين حدتين وزاويتين منفريجتين درسنا أيضا المعين المعين جميع أضلاعهم متطابقة إذن أربع أضلاع متطابقة والأضلاع المتقابلة فيه متوازية جميع هذه الأشكال تشترك في أن الأضلاع المتقابلة متوازية إذن كل هذه تسمى متوازيات أضلع بينما في الشكل هنا باللون الأزرق وهو الشكل شبه المنحرف ذكرنا أنه في شبه المنحرف يوجد فقط ظلعان ظلعان فقط متقابلان ومتوازيان وليس كل الأضلع إذن هو ليس من عائلة متوازي الأضلع وليس من متوازيات الأضلع إذن يمكن تصنيف الأشكال الرباعية جميعها بأنها متوازيات أضلع أو ليست متوازيات أضلع إذن عند تصنيف الأشكال الرباعية يتم تصنيفها وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص التالية على حسب تعامل الأضلع توازي الأضلع وتطابق الأضلع لدينا الآن سؤال صفحة 167 اختيار متعدد أي الأشكال الآتية يحوي ظلعين متوازيين فقط قلنا أن الأشكال سنقسم إلى أما أنها تكون متوازيات أضلع أو ليست متوازيات أضلع متوازيات الأضلع شميزتها أن كل ظلعين متقابلين متوازيين بينما شبه المنحرف فقط يوجد ظلعين فقط منه متقابلين متوازيين إذن الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ هي شبه المنحرف ممتاز إذن الإجابة شبه المنحرف لأنه ذكر لي في السؤال أنه فقط أوجد عدد الزوايا الحادة في كل مما يلي معروف أن قياس الزوايا الحادة ممتاز أقل من 90 درجة في الشكل أمامنا في رقم 8 ماذا يعني هذا المربع الصغير؟ ممتاز أن الزوايا قوائم إذن كم عدد الزوايا الحادة؟ هنا صفر ممتاز لا يوجد زوايا حادة في رقم 9 ما هو هذا الشكل؟ أحسنتم متوازي أضلاع وذكرنا قبل قليل في متوازي الأضلاع يوجد زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين إذن عدد الزوايا الحادة كم؟ اثنين فقط ممتاز موضوعنا التالي هو الأزواج المرتبة في درس الأزواج المرتبة أخذنا الشكل أمامنا هذا الشكل هذا الشكل يسمى المستوى الإحداثي في المستوى الإحداثي يوجد لدينا نقطة الأصل ونبدأ منها في التمثيل وفي التسمية للأزواج المرتبة ويوجد فيها محور السينات يتجه باتجاه اليمين وعليه تدريج من 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ومتد إلى بدون نهاية الآن أيضا لدينا محور الصادة ويوجد عليها أيضا تدريج ممتد دون نهاية ذكرنا أن النقاط تمثل على صورة أزواج مرتبة مثل هذا الشكل إذن هذا يسمى زوج مرتب الزوج مرتب 3 و 2 ثلاثة تعني الإحداث السيني واثنين تعني الإحداث الصادي ثلاثة واثنين ماذا تعني؟ تعني أن النقطة 3 و 2 تبعد عن نقطة الأصل ثلاث وحدات باتجاه اليمين ووحدتين باتجاه ماذا؟ ووحدتين باتجاه الأعلى نطبق الآن على مثال استعمل الخريطة أدنى لتحدد موقع كل من ما يأتي لدينا الآن خريطة على هذه الخريطة مجموعة من الأشكال الهندسية لدينا دائرة ومثلث ومربع كل منها له موقع الموقع المحدد باللون الأحمر بجانب الشكل المطلوب أن نحدد الموقع نسمي الزوج المرتب الذي يمثل هذا الموقع نبدأ بالمربع الآن لتسمية الزوج المرتب الذي يمثل المربع ماذا نفعل؟ ممتاز نتحرك أو نبدأ من نقطة الأصل ونتحرك باتجاه اليمين إلى أن نصل إلى أسفل المربع تماما إذن نتحرك 1 2 3 4 5 ممتاز إذن المربع الإحداثي الأول له 5 الإحداث السيني 5 ثم نصعد إلى أن نصل إلى المربع إذن نصعد هنا 1 2 3 4 5 6 إذن 6 ممتاز جدا الآن ننتقل إلى من؟ إلى المثلث المثلث الآن بنفس الطريقة نبدأ من نقطة الأصل نتحرك كم؟ نتحرك إلى أن نصل إلى أسفل المثلث تماما 1 2 إذن 2 و الآن نصعد إلى أن نصل إلى النقطة التي تمثل المثلث 1 1 2 3 ممتاز إذن 2 و 3 بنفس الطريقة الآن الدائرة الدائرة نبدأ من ماذا؟ ممتاز نبدأ من نقطة الأصل نتحرك إلى أن نصل إلى من؟ ممتاز إلى أسفل النقطة أو أسفل نقطة الدائرة إذن نتحرك 1 ممتاز نصعد الآن إلى أن نصل إلى الدائرة 1 ممتاز إذن 1 و 1 لدينا الآن تدريب حدد حازم نقطة تقع على بعد ثلاث وحدات فوق نقطة الأصل وخمس وحدات إلى يمين نقطة الأصل ما الزوج المرتب الذي يمثل هذه النقطة؟ إذن أعطاني معطيات أن حازم حدد نقطة تقع على بعد ثلاث وحدات أين؟ فوق نقطة الأصل وخمس وحدات يمين نقطة الأصل نريد أن نمثل الزوج المرتب الآن الزوج المرتب الجزء الأول أو الإحداث السيني يمثل الحركة باتجاه ماذا؟ ممتاز باتجاه اليمين كم الحركة باتجاه اليمين؟ خمسة ممتاز الجزء الثاني من الزوج المرتب الإحداث الصادي يمثل الحركة إلى أعلى كم تحرك إلى أعلى ثلاثة فوق نقطة الأصل إذن ثلاثة إذن الإجابة خمسة وثلاثة طريقة الدخول إلى خدمة التقييم الذاتي في منظومة التعليم الموحدة ندخل على حساب الطالب في منظومة التعليم الموحدة ثم ننتقل هنا في اليمين عند حساب الطالب نضغط على السهم الموجود في الأسفل إذا لم تكن القائمة ظاهرة نضغط على هذه العلامة فتظهر للقائمة نضغط على حساب الطالب ثم نضغط على بوابة عين التعليمية مباشرة ينقلنا إلى موقع بوابة عين التعليمية إذا كانت هذه أول مرة فقط أول مرة تدخل للبوابة يمكنك تحديد مقرراتك من هنا مقرراتي من هنا ثم نضغط على مقرراتي ونختار إضافة نقوم الآن باختيار مثلا التعليم العام هذا للتحديد أنت في أي صف أو تريد إجراء التقييم ذاتي في أي صف في المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني ثم نضغط على حفظ مجرد الضغط الآن على حفظ رح ينزل هنا عندنا من ضمن مجموعة المقررات المحددة المقرر اللي احنا اخترناه مرحلة الابتدائية صف الخامس الابتدائي في فصل الدراسي الثاني نعينه كافتراضي هذه نقوم بعملها مرة واحدة فقط بعد ذلك في المرات القادمة مجرد الدخول على بوابة عين التعليمية ننتقل مباشرة إلى اختبارات عين إذن ننتقل إلى اختبارات عين ثم نختار اختبارات عين الآن إذا فتح لنا التبويب اختبارات عين سوف تظهر لنا المواد التي نريد إجراء الاختبار فيها فمثلا نريد إجراء اختبار في مقرر مثلا الرياضيات يمكن تغيير المقرر من هنا علوم رياضيات لغتي أي كان المقرر فأنا سأختار مقرر مادة الرياضيات وأريد إجراء الاختبار هل نريد إجراء الاختبار في المقرر كامل؟ نختار هنا هذا المربع وإذا كنا نريد إجراء الاختبار فقط في فصل من فصول المقرر مثلا جمع الكسور وطرحها نحددها ثم نضغط على قيم نفسك إذا ضغطنا على قيم نفسك مباشرة تظهر لي أسئلة متعلقة بهذا الفصل اختر الإجابة الصحيحة الآن نقرأ السؤال جيدا ثم نجيب طبعا إما صواب أو خطأ فمثلا أنا لو اخترت أن الإجابة هنا صواب أضغط على تحقق من الإجابة إجابتي صحيحة ستظهر لي علامة هنا تشير أن الإجابة إجابة صحيحة مجموع ثمنين وثمن بالصيغة اللفظية ثمنين وثمن الإجابة الصحيحة هي ثلاثة وأثمان لكن أنا لو أخترت مثلا سبعة وأثمان ثم ضغطت على تحقق من الإجابة هنا سيخبرني النظام أن إجابتي غير صحيحة وسيعطيني مثال مشابه يشرح لي طريقة الحل بعد الانتهاء طبعا الآن لدينا كم سؤال هنا بحسب عدد الدوائر بعد الانتهاء يعطيك تقييم لإجابتك أو لدرجتك في هذا الفصل تمت مراجعة الفصل 11 لأشكال الهندسية تمنياتنا لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 دروس الوحدة الرابعة مخترعون ومكتشفون سوف نراجع باذن الله تعالى الاستراتيجية القرائية وكذلك الصنف اللغوي الأفعال الخمسة وبداية اشتركوا في القناة ما هي الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة؟ الخطوات الخمسة للقراءة المتعمقة هي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بها الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة اشتركوا في القناة وأحدد الفكرة الرئيسة لكل فكرة منها وأدون هذه الأفكار الرئيسية في الهامش أو في ورقة خارجية الخطوة الثانية أسأل ويقصد بها أن أحول الأفكار الرئيسة التي استخرجتها في الخطوة الأولى إلى سؤال أو أكثر وأكتب السؤال أيضا على الهامش أو على ورقة خارجية إذن الخطوة الثانية من خطوات القراءة المتعمقة هي أن أسأل وأسأل عن ماذا؟ أسأل حول الأفكار الرئيسة التي وردت معي في النص أحول كل فكرة رئيسة إلى سؤال ثم أكتب السؤال على الهامش قد أكتب في الفكرة الواحدة سؤال أو سؤالين أو أكثر الخطوة الثالثة أن أقرأ ويقصد بها أن تقرأ النص بتركيز وانتباه للبحث عن إجابات للأسئلة التي طرحتها ثم تقوم أيضا بعد ذلك بتعديل الأسئلة وليست الإجابات بتعديل الأسئلة التي طرحتها بناء على نتائج قراءتك قد تكون كتبت سؤال وعند القراءة المركزة اكتشفت بأن هذا السؤال لا يناسب تلك الفكرة تقوم بتعديل الخطوة الخامسة أراجع ويقصد بها أن تقوم بفتح الكتاب وتراجع إجابتك وتقارنها بما ورد في النص لتتأكد بأنها إجابات صحيحة سوف نطبق ما تعلمناه في هذه الخطوات الخمس على هذا النص سوف نقرأ كل فكرة سوف نقرأ كل فكرة من هذه الفقرات التي وردت في النص ثم نضع عليها سؤالا ثم نضع عليها سؤال إذن أولا نقرأ قبل مئات السنين طار شاب عربي اسمه عباس بن فرناس بجناحين من ريش ولكن هذين الجناحين لم يقدر على حمله فسقط على الأرض فأصيب بكسور وحاول غيره من العلماء أن يفعلوا مثله وسقطوا أيضا فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان القدرة على الطيران كما جعلها للطير هذه هي الفكرة الأولى في النص أولا نستخرج الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة الفكرة الرئيسة هي بداية فكرة الطيران بداية فكرة الطيران أضع على هذه الفكرة سؤال فأقول متى بدأت فكرة الطيران؟ من أول من حاول الطيران؟ هذان سؤالان كتبناهما حول الفكرة الرئيسة التي جاءت في الفكرة الأولى من فقرات النص إذن أنا أولا قرأت الفكرة الأولى واستخرجت الفكرة الرئيسة لها ثم صغت سؤالا حول هذه الفكرة الرئيسة سوف نفعل في الفكرة الثانية ما فعلناه في الفكرة الأولى ننتقل إلى الفكرة الثانية من فقرات النص يقول ظل الإنسان يحلم بالطيران ويفكر ويجرب ويفشل لكنه لم يستسلم لليأس حتى جاء شابان أمريكيان هما الأخوان رايت وكان من صانعي الدراجات ففكر في صناعة الطائرات وتوصل إلى صنع أول طائرة شراعية لها أجنحة مزدوجة ولكن لا ذيل لها ولا محرك ارتفعت الطائرة في الجو مدة دقيقتين ثم سقطت واستمر في البحث والتفكير والمحاولة حتى توصل إلى تركيب محرك صغير ومروحتين للطائرة فطارت مدة وجيزة ثم هبطت ولم يصب أحد منهما بأذى هذه هي الفكرة الثانية من فقرات هذا النص نريد الآن أن نكتب الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة ما هي الفكرة الرئيسة التي يمكن أن نكتبها حول هذه الفكرة؟ نعم، الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة هي جهود الأخوين رايت في صناعة الطائرات جهود الأخوين رايت في صناعة الطائرات أصوغ سؤالا حول هذه الفكرة فماذا أقول؟ نعم، نقول من أول من توصل إلى صناعة طائرة شراعية؟ وقد أصوغ سؤالا آخر فأقول لماذا نجح الأخوان رايت في محاولتهما؟ هذه أسئلة، لن أجيب عليها الآن، أنا فقط أكتب الفكرة الرئيسة وأضع عليها أسئلة أنتقل إلى الفكرة الثالثة من فقرات النص يقول استمر المخترعان في العمل حتى نجح في الطيران ثم حاول بعدهم علماء كثيرون حتى تقدمت صناعة الطائرات وتطورت فظهرت طائرات الركاب والطائرات الحربية والطائرات العمودية وأصبح الطيران أهم وسائل المواصلات في العصر الحديث إذن هذه هي الفكرة الثالثة من فقرات النص أصوغ حولها فكرة رئيسة فأقول أن الفكرة الرئيسية لهذه الفكرة هي تطور صناعة الطائرات أصوغ سؤالا حول هذه الفكرة فماذا أقول؟ نعم فيما تستخدم الطائرات الآن فيما تستخدم الطائرات الآن إذن الآن أنا كونت ثلاث فكرات رئيسية وصغت عليها ثلاثة أسئلة سوف أضمنها في هذا الجدول سوف أضمنها في هذا الجدول أولا الفكرة الرئيسة الأولى هي بداية فكرة الطيران ما هو السؤال الذي صغناه عليها؟ متى بدأت فكرة الطيران؟ أحسنتم ما هي الإجابة؟ أنا هنا أجيب من الذاكرة أجيب من ماذا؟ أجيب من الذاكرة فأقول بأن فكرة الطيران بدأت منذ آلاف السنين عندما حاول شاب عربي اسمه عباس بن فرناس أن يطير ولكنه فشل إذن فكرة الطيران بدأت منذ آلاف السنين نأتي لي الفكرة الثانية فنقول أن الفكرة الرئيسية التي كتبناها حولها كانت جهود الأخوان رايت في صناعة الطائرات ما هو السؤال الذي صغناه حول هذه الفكرة؟ من أول من صنع طائرة شراعية؟ الإجابة الأخوان رايت الأخوان رايت هم أول من صنع طائرة شراعية الفكرة الثالثة كتبنا حولها فكرة الرئيسة كانت تطور صناعة الطائرات وصغنا حولها سؤالا فقلنا فيما تستخدم الطائرات الآن؟ نجيب من الذاكرة فنقول أن الطائرات الآن أصبحت من أهم وسائل المواصلات فهي تستخدم لنقل المسافرين كما أنها تستخدم في الحروب وكذلك تم صناعة طائرات عمودية قد تستخدم في إطفاء الحرائق وهي أيضا تستخدم في إخلاء المصابين وغيرها من الاستخدامات إذن نقول تستخدم في نقل المسافرين وفي الحروب وفي إطفاء الحرائق وغيرها من الاستخدامات هذه هي أعزاء الطلاب والطالبات الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة تكون بهذا الشكل تبدأ بالخمس الخطوات خطوة خطوة ثم تجيب على الجدول الذي يأتي بهذا الشكل فأنت هنا استطعت أن تلخص أهم معلومات النص وهي مفيدة في المذاكرة وهي مفيدة عندما تريد أن تذاكر نصوصا طويلة تحتاج إلى تلخيص القراءة المتعمقة مفيدة جدا في مثل هذه النصوص سوف أنتقل معكم إلى درس الأفعال الخمسة وأريدك أن تركز معي جيدا في هذا الشرح اللجولة أفعال المطارع لحقت آخر ألف الإثنين أو وياء المخاطبة إذن هي أفعال المطارع أتصل بآخر هذا الفعل المطارع ألف الإثنين أو وياء المخاطبة أو ياء المخاطبة هذه الدائرة في مركزها يحوي فعلا مضارع هو كلمة تعمل هنا فعل مضارع انظر إلى أطراف هذه الدائرة تجد كتب في كل لون من هذه الألوان فعل هذه الأفعال لو عديتها ستجدها خمسة أفعال هي الأفعال الخمسة كيف تم تكوينها نقول الفعل المضارع تعمل مع ألف الاثنين أصبحت تعملان للمخاطب ويعملان للغائب إذن الآن أنا استطعت أن أكون مع ألف الاثنين كونت فعلين تعملاني ويعملان تعملاني للمخاطب ويعملاني للغائب نذهب إلى واو الجماعة أكون من الفعل المضارع تعمل مع واو الجماعة فعلين أيضا هما تعملون للمخاطب ويعملون للغائب كم أصبح فعل أربعة أفعال هي تعملان ويعملان وتعملون ويعملون الفعل الخامس نكونه مع ياء المخاطبة فنقول تعملين هذه هي الخمسة الأفعال التي تسمى الأفعال الخمسة أي فعل مضارع تضيف لها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو فعل من الأفعال الخمسة كون الأفعال الخمسة من الأفعال المضارعة التالية كون الأفعال الخمسة من الأفعال المضارعة التالية الأفعال هي يكتب يساعد ويبني ويرسم أريدك أن تكون من هذه الأفعال أفعالاً خمسة نبدأ بالفعل يكتب نبدأ بالفعل يكتب مع ألف الأثنين نقول مع ألف الأثنين نقول تكتباني و يكتبان أحسنتم ومع واو الجماعة نقول تكتبون و يكتبون أحسنتم ومع يا المخاطبة نقول تكتبين إذن أنا الآن كونت خمسة أفعال من الفعل يكتب وهي تكتباني ويكتبان تكتبون ويكتبون وتكتبين حاول وحاولي أن تكون معي الأفعال الخمسة من الفعل يساعد مع ألف الأثنين للمخاطب نقول أنتما تساعدان أحسنتم ومع الغائب نقول هما يساعدان ومع ومع جمع ومع عفوا واو الجماعة نقول هم أو أنتم تساعدون وهم يساعدون وأنت تساعدين مع الفعل يبني مع ألف الأثنين للمخاطب نقول أنتما تبنيان وللغائب نقول هما يبنيان ومع واو الجماعة نقول أنتم تبنون أحسنتم وهم يبنون وأنت تبنينا الفعل يرسم نكون منه أفعال خمسة فنقول مع ألف الأثنين أنتما ترسمان وهما يرسمان ومع واو الجماعة للمخاطب نقول أنتم ترسمون أحسنتم وهم يرسمون أحسنتم وأنت ترسمين إذن هذه هي الأفعال الخمسة التي كونتها من كل فعل مضارع من هذه الأفعال استخرج كل فعل من الأفعال الخمسة في الجمل التالية استخرج كل فعل من الأفعال الخمسة في الجمل التالية الجمل كما تظهر أمامك المؤمنون يحبون الخير لغيرهم أنت تجيدين الطبخ يا مريم أنتما تلعبان الكرة بمهارة عالية الأبوان يحرصان على تربية أبنائهم مركز المطلوب استخراج الأفعال الخمسة لذلك لا بد أن تتأكد من أن الكلمة التي اخترتها هي فعل وفعل مضارع لذلك قد يخطئ بعض الطلاب فيقول بأن المؤمنون من الأفعال الخمسة وهذا خطأ لأن المؤمنون هنا اسم وكما قلنا لكم سابقا كيف أعرف أن المؤمنون اسم لو مثلا شكيت في الموضوع لم أستطع أن أحدد نوع الكلمة كيف أعرف أن المؤمنون هنا اسم وليست فعل هناك علامة واضحة تماما وهي وجود للتعريف في الكلمة المؤمنون هذا يعني بأنها اسم إذن المؤمنون ليست من الأفعال الخمسة أين هو الفعل الذي من الأفعال الخمسة أحسنتم يحبون يحبون أنتي تجيدين الطبخ يا مريم أنتي تجيدين الطبخ يا مريم أين هو الفعل الذي من الأفعال الخمسة نعم تجيدين أنتما تلعبان الكرة بمهارة عالية أنتما تلعبان الكرة بمهارة عالية أين هو الفعل الذي من الأفعال الخمسة أحسنتم تلعبان الأبوان يحرصان على تربية أبنائهم أيضا نفس الكلام الذي قلناه في المثال الأول نعيده هنا فنقول الأبوان هنا ليست من الأفعال الخمسة لماذا؟ لأنها اسم كيف عرفنا؟ بوجود التعريف في الكلمة إذن الأبوان ليست من الأفعال الخمسة أين هو الفعل الذي من الأفعال الخمسة؟ في الجملة أحسنتم هو كلمة يحرصان إذن يحرصان هنا فعل من الأفعال الخمسة إذن يحبون فعل مضارع اتصلت به أو الجماعة تجيدين فعل مضارع اتصلت به يا المخاطبة تلعبان فعلا مضارعا اتصلت به ألف الاثنين وكذلك يحرصان فعلا مضارعا اتصلت به ألف الاثنين وبهذا أعزاء الطلاب أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الدرس ألتقيكم بمشيئة الله في دروس قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معنا اليوم مادة الفقه والسلوك للصف الخامس الابتدائي الوحدة التاسعة والعاشرة سنراجع هذا اليوم موقف الإمام والمأمومين حالات المأموم مع الإمام أحكام المسبوق صلاة التطوع أوقات النهي عن الصلاة الدرس الثاني من الوحدة التاسعة موقف الإمام والمأمومين موقف المأموم الواحد دخل عليون المسجد فوجد رجلا يصلي فأراد أن يصلي معه ليحصل لهما أجر الجماعة فأين يقف علي؟ عن يمينه أو عن يساره أو خلفه عن يمينه موقف المأمومين أراد مجموعة من الطلاب الصلاة جماعة مع معلمهم فأين يقفون؟ عن يمين المعلم أو عن يسار المعلم؟ أو خلف المعلم؟ خلف المعلم ما شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام؟ إما أن يكون المأموم داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد إن كان داخل المسجد فيصح اقتداؤه بالإمام بشرط سماع التكبير أو برؤية أحد المأمومين وإن كان خارج المسجد فيصح اقتداؤه بالإمام بثلاثة الشروط أن يسمع التكبير أن تكون الصفوف متصلة أن يرى الإمام أو المأمومين صلاة النساء جماعة إما أن يصلينا مع الرجال أي خلف رجل يأمهم أو أن يصلينا مع امرأة تأمهن فإن صلينا مع الرجال فإنهن يصلين خلفهم ويتأخرن عنهم وإن صلينا مع النساء فإن المرأة التي تأمهن تكون وسطهن في الصف والمأمومات عن يمينها ويسارها تمارين املأ الفراغ بالكلمات المناسبة واحد يقف النساء فراغ وفراغ المرأة التي تأمهن في صلاة الجماعة اثنان يقف الرجال فراغ فراغ الإمام في صلاة الجماعة ثلاثة يقف الرجل عن فراغ الرجل الذي أمه أربعة يقف النساء فراغ صفوف الرجال في صلاة الجماعة نفكر ثم نجيب الإجابة واحد يقف النساء يمين و يسار المرأة التي تأمهن في صلاة الجماعة اثنان يقف الرجل خلف الإمام في صلاة الجماعة ثلاثة يقف الرجل عن يمين الرجل الذي أمه أربعة يقف النساء خلف صفوف الرجال في صلاة الجماعة أحسنتم الدرس الثالث من الوحدة التاسعة حالات المأموم مع الإمام في الصلاة ما حالات المأموم مع الإمام له أربع حالات المتابعة الموافقة المسابقة والتأخر أي متابعة الإمام موافقة الإمام مسابقة الإمام والتأخر عن الإمام المتابعة حكمها واجبة وهي أن تكون انتقالات المأموم بعد انتقالات الإمام مباشرة من دون تأخير الموافقة حكمها مكروهة وهي أن تكون انتقالات المأموم مع انتقالات الإمام المسابقة حكمها محرمة وهي أن تكون انتقالات المأموم قبل انتقالات الإمام التأخر حكمه محرم وهو أن تكون انتقالات المأموم متأخرة عن انتقالات الإمام تمارين طع الكلمات الآتية في الفراغ المناسب موافقة متابعة تأخر مسابقة واحد قام الإمام من السجود وشرع في كراءة الفاتحة وأسامة لا يزال ساجدا فهذا يسمى فراغ اثنان كبر الإمام للقيام من الجلوس فقام راشد ووقف قبل الإمام فهذا يسمى فراغ ثلاثة كبر الإمام للركوع فرفع معه عبد الله فهذا يسمى فراغ أربعة كبر الإمام للسجود فسجد أحمد بعده مباشرة فهذا يسمى فراغ نفكر ثم نجيب الإجابة واحد قام الإمام من السجود وشرع في قراءة الفاتحة وأسامة لا يزال ساجدا فهذا يسمى تأخر اثنان كبر الإمام للقيام من الجلوس فقام راشد ووقف قبل الإمام فهذا يسمى مسابقة ثلاثة كبر الإمام للركوع فرفع معه عبد الله فهذا يسمى موافقة أربعة كبر الإمام للسجود فسجد أحمد بعده مباشرة فهذا يسمى متابعة أحسنتم الدرس الرابع من الوحدة التاسعة أحكام المسبوق من هو المسبوق في الصلاة؟ هو المأموم الذي فاتته ركعة أو أكثر كيف يقضي المسبوق صلاته؟ إذا أتى المسجد يدخل مع الإمام في الحال التي هو عليها ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسبوق ألا يركض وأن لا يشوش على المصلين بإصدار أصوات يسمعها الإمام كي ينتظره في الركوع تمارين اقرأ العبارة ثم أجب بصح إذا كانت العبارة صحيحة وأجب بخطأ إذا كانت العبارة خاطئة 1- المسبوق المسبوق هو من فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام 2- يقوم المأموم بقضاء ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام التسليمة الثانية 3- من دخل المسجد والإمام راكع فعليه أن ينبهه كي ينتظره 4- من خرج من البيت وقد أقيمت الصلاة فلا يركض 5- نفكر ثم نجيب الإجابة 1- المسبوق هو من فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام صح 2- يقوم المأموم بقضاء ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام التسليمة الثانية صح 3- من دخل المسجد والإمام راكع فعليه أن ينبهه كي ينتظره خطأ 4- من خرج من البيت وقد أقيمت الصلاة فلا يركض صح أحسنتم الدرس الأول من الوحدة العاشرة صلاة التطوع صلاة التطوع ما صلاة التطوع؟ هي صلاة نافلة غير واجبة ما أنواع صلاة التطوع؟ لها أنواع كثيرة منها السنن الرواتب والويتر السنن الرواتب عددها 12 ركعة تفعل قبل أو بعد الصلوات المفروضة وهي أربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر الفرق الفرق بينها وبين بقية النوافل أن الرواتب مقيدة بالصلوات الخمس إما قبلها وإما بعدها أما بقية النوافل فوقتها متسع إلا في أوقات النهي فإنها لا تؤدى الويتر سنة مؤكدة تؤدى في الوقت بين صلاة العشاء وطلوع الفجر أقلها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشرة ركعة وأقل الكمال ثلاث ركعات تصلى ركعتين ثم تسليم وهكذا حتى تختم بركعة واحدة وتسليم أي أن صلاة الويتر تكون ركعتين ثم تسليم ثم ركعتين ثم تسليم وهكذا ويختم بركعة واحدة وتسليم ويشرع الدعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة ويسمى القنوت يسمى دعاء القنوت ما فوائد صلاة الويتر أنها سبب لمحبة الله وفيها أجر الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفيها يجتمع أكثر من سبب لإجابة الدعاء ما الأسباب المعينة على صلاة التطوع المحافظة المحافظة على أداء الصلاة المفروضة معرفة معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التطوع معرفة الأجر المترتب على صلاة التطوع معرفة أثر النوافل في إكمال النقص في أداء الفرائض أي أن النوافل تكمل النقص الحاصل في أداء الفرائض جميع هذه الأسباب تعين على صلاة التطوع تمارين اقرأ العبارة ثم اختر الإجابة الصحيحة واحد حكم صلاة التطوع ألف واجب باء مستحب جيم مكروه اثنان فقت صلاة الوتر ألف بين المغرب والعشاء باء بين الظهر والعصر جيم بين العشاء وطلوع الفجر ثلاثة الصلاة التي ليس لها سنة راتبة هي ألف العصر باء الفجر جيم المغرب نفكر ثم نجيب الإجابة واحد حكم صلاة التطوع مستحب اثنان وقت صلاة الوتر بين العشاء وطلوع الفجر ثلاثة الصلاة التي ليس لها سنة راتبة هي العصر أحسنتم الدرس الثاني من الوحدة العاشرة أوقات النهي عن الصلاة صلاة التطوع ليس لها وقت محدد لتأديتها لكنها لا تؤدى في أوقات النهي عدا السنن الرواتب فإن لها وقت محدد فما أوقات النهي التي لا يجوز تأدية الصلاة فيها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح يقدر ارتفاع الشمس بربع ساعة من طلوعها من توسط الشمس في السماء إلى الزوال ويقدر ذلك بعشر دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا أن هناك صلوات يجوز أداؤها في أوقات النهي فما تلك الصلوات؟ قضاء الصلاة الفائتة فإن الصلاة الفائتة تؤدى في أي وقت متى ذكرها المسلم؟ كذلك الصلوات ذوات الأسباب فإنها تؤدى في أي وقت مثل تحية المسجد صلاة الجنازة ركعة الطواف صلاة الكسوف والخصوف تمارين اقرأ العبارة ثم أجب بصحة إذا كانت العبارة صحيحة وأجب بخطأ إذا كانت العبارة خاطئة واحد يجوز أداء صلاة التطوع في أي وقت اثنان ما بين المغرب والعشاء من الأوقات التي لا يجوز فيها أداء الصلوات ثلاثة يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي أربعة يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر نفكر ثم نجيب الإجابة واحد يجوز أداء صلاة التطوع في أي وقت خطأ اثنان ما بين المغرب والعشاء من الأوقات التي لا يجوز فيها أداء الصلوات خطأ ثلاثة يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي صح أربعة يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر صح أحسنتم انتهى المقرر شكرا لمتابعتكم ونسأل الله لكم التوفيق والسداد اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا